الآن تقدمها هي في الحقيقة الزوجة ما تريد منك ذهب وعموال رياش وحرير تريد حب صادق تريد عاطفة صادقة تريد إخلاص وأنا أرجو من الزوجات والأزواج أن يتركوا هذه العادة اللي عليها بعض الناس اليوم وهو التنبيش في المسيجات والنقالات أتركوا الغيب لرب الغيب وتعاملوا فيما بينكم في الظاهر إذا بينكم بين العيال الآن خصومة يلا قم اشتر وردة حلوة وابتسامة جميلة رسول صلى الله عليه وسلم لما انت زوج صفية بنت حيي وأراد أن يدخل فيها قرب خيبر قالت لها ليه أني أخشى عليك من اليهود الله أكبر شوف أبوها مقتول وزوجها مقتول في معارك النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تخاف عليه لأن حست فيه الرحمة والمودة والعطف فلما قرب من المدينة نامت على ظهر الناقة معاه فضرب جبينها الرحل فمسح على جبينها بيده الشريفة وأخذ يلوم الناقة القصواء يقول لها على مهلك أنت تسببتي في ضرب حبيبتي وزوجتي على جبينها وهي نايمة وإذا أرادت أن تركب الناقة يضع ركبتها الشريفة حتى تركب عليها وتركب على الرحل فهي لما رأت هذا المنظر ما حطت قدمها على ركبة الحبيب صلى الله عليه وسلم بل حطت ركبتها على ركبته وركبة الناقة احتراما وتوقيرا له وفي مرض موته كانت تقول يا ليت الذي بك بي يا رسول الله فتناظر زوجاته وهم من حوله فقال مضمضنا إنها لصادقة فعندما صدقها الحب صدقته المودة هكذا يكون وكان يأخذ كأس اللبن ويقدمه إلى عائشة فإذا شربوا وشربت شرب مكان شفتيها ويقول فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام هكذا تتعامل المرأة على أنها فضل على أنها جمال وكمال فأرجوك الآن تتصالح مع أم العيال وتقدم لها وردة وكلمة وابتسامة ترجمة نانسي قنقر